يوم الجمعة القادم مباراة منتخبنا الوطني في واحدة من مباريات تصفيات كأس العالم زي ما حضراتكم عارفين المباراتين السابقتين منتخبنا فاز على منتخب ليبيا واقترب كثيرا من التأهل للمباراة النهائية احنا هنسميها دايما المباراة النهائية لان ان شاء الله لو ربنا كرامنا اول هذه المجموعة نصعد لملاقات خمسة او من الخمس منتخبات اللي هتلعب في المستوى الاول دا لو ما صعدناش للمستوى الاول مباراة واحدة رايح جاي من بعدها ان شاء الله ان شاء الله مصر تكون مرة اخرى في كأس العالم او للمرة التانية على التوالي كل الامنيات الطيبة لمنتخبنا الوطني يا رب ان شاء الله ان يستطيع الجهاز الفني الجديد بقيادة كارلوس كيروش للحقيقة الكل بيتكلم عنه بشكل جيد جدا خلال الفترة السابقة كلام كتير عن المنتخب الوطني وكان كارلوس كيروش اختار 26 لاعب محمد الشناوي ومحمد ابو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد واكرم توفيق واحمد فتحي واحمد حجازي واحمد ياسين احد الوجوه المبشرة في البنك الاهلي وايمن اشرف ومحمود علاء واحمد فتوح ومحمد حمدي ثم محمود حمدي الوينش ومحمد النني وحمدي فتحي والسلية وامام عشور وعبدالله السعيد ومصطفى فتحي ومحمد مجدي افشا وعمر مرموش ومحمد شريف واحمد ياسر ريان ومصطفى محمد ومروان حمدي ومحمد صلاح تم استبعاد طبعا عمر مرموش للاصابة وفقا لتقرير طبي من نادي شتوتجرد الالماني ان شاء الله منتخبنا الوطني يحل منتخبنا الوطني ضيفا على انجولا يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الستة بالتصفيات بنا يكرمنا ان شاء الله ونستطيع النفوس في هذه المباراة عمر مرموش بسبب الاصابة تم استبعاده ولم يتم استدعاء لعب اخر ايضا الوينش اقاف في هذه المباراة ولكن هو حاب يضمه في المعسكر ويكون موجود في المعسكر لان فيه مباراة تانية بعدها وبالتالي محمود حمدي الوينش لعب نادي الزمالك مش هيكون متواجد في المباراة القادمة اللي هي يوم الجمعة القادم ولكن ان شاء الله يكون متواجد في المباراة اللي بعدها اللي هتبقى يوم الثلاثاء وبعد كده بقى نبدأ نستعد الى حاجتين كأس العرب وكأس الامم افريقيا وان شاء الله الى المباراة النهائية من خلالها نستطيع الوصول لكأس العالم ان شاء الله مرة تانية ومرة تانية الحقيقة بعد وصلنا في الموسم او في الدورة السابقة اشتركوا في القناة